فرج أولا مساء الخير على حضرتك مساء خير الأحمد والكل سادة مشاهدينك العظم خليني أبدأ بالضغوط اللي على مصر الضغوط اللي على بلدنا الضغوط والهجوم اللي على الدولة المصرية وعلى السيد الرئيس عفتاح سيسي شخصيا في الإعلام الغربي حتى لأسف من بعض الإعلام اللي بيسمحوا يتركوا مجال لبعض المحللين أو بعض الساسة في إسرائيل يتكلموا عننا ويهجمونا ماذا عن هذه الضغوط اللي تتعرض لها الدولة المصرية بالله يا أحمد نحن فوجينا بأنه أسبوع دلوقتي ومصر وسيد الرئيس بنتعرض إلى هجمة شرسة في الإعلام الغربي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية نعم ودائما نحن بنحب نعرض الكلام بالورقة أو الألم عشان الناس تشوف نعم لو بصينا طبعا على أول صورة عندنا الواشنطن بوست الواشنطن بوست دي من أهم الصحب في الولايات المتحدة اللي لها تأثير مباشر على الشعب وخاصة هي لها أعظم الكتاب والمحللين نعم لما تلاقي الواشنطن بوست بتقولك رئيس مصر ليس صديقا لأمريكا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشعر بالارتياح مع وجود مثل الرئيس السيسي كرئيس لأكبر وأقوى دولة عربية نعم لا توجد خيارات كثيرة أمام الولايات المتحدة سوى العمل مع أوروبا لمواجهة الضغط على القاهرة وفعلا مارست كل الضغوط لسقوط مصر نشرح لنا يا فندم الكلام نشرح الكلام فضل رئيس مصر ليس صديقا لأمريكا لأن كلنا شفنا ماذا حدث لما جاء بلينكين نعم وزير خارجية أمريكا إلى مصر نعم ودايما يا أحمد نعم احنا شفنا دايما في كل بيبقى اجتماعات مغلقة نعم بيسموها الاندورز نعم وبعدين بعد اجتماع ما يخلص الناس بتطلع برة وتتكلم اما بيطلع حاجة اسمها بريس ريليس اللي هو يعني خبر عن الموضوع نعم أو مؤتمر نعم جيد رئيس خالف كل الكلام ده وعمل اللقاء على الهوا نعم مع وزير خارجية أمريكا نعم وقال فيها كل اللي احنا عايزينه على ما يبيده قدام العالم كل قويس امن مصر خط احمر حدودنا لن يتخد يعني حد يكبرنا ان احنا نتخطاها لن نسمح بدخول الفلسطينيين على ارض مصر في ستينة وهذا الموضوع غير مقبول لانه يعني تصفية القضية الفلسطينية والمشكلة اللي حصلت اكتر بها اللي عملت كل الدوشة دي كلها ان بلينكين جاي كان عايز عنده خمسين امريكاني في غزة وقالوله ومطلع على المعبر في مصر حتفتحه انت عايز ده خلسين امريكاني وفيه اتنين ونص مليون فلسطيني ما بيكلوش تأخل المساعدات الاول انطلع دول من هنا انت ببقيتش بقى انت المحبوب وانت اللي بتنفذ الاوامر تمام يا احمد نعم فبقيت انت انت اللي واقف انت اللي واقف طب نشوف بقى نشوف معلش عبوين في الاخرى حنعلق نشوف بقى النيورك النيورك تايمز اللوحة التانية اللي بعدها نعم اللوحة التانية اللي بعدها نعم قالك ايه ان مصر حليف سيء تخيل ان احنا بالنسبة لامريكا حليف سيء يجب ان تكون المساعدة الامريكية لمصر مرتبطة بهايكلة الجيش المصري وتغيير عقيداتها هنا النقطة المهمة هنا النقطة بتاعت المساعدات وخليني بقى نتكلم عليها في الاخرى معلش بعد ما نخلص الكلام ده نعمل فقرة عشان نفهم الناس عن المساعدات وما تهمناش ما اوباما عفالها ثلاث سنين خلصنا ولا جوعنا لا طيب نتكلم هنتكلم عليها بعدين الحاجة التالتة قالك الملائيات المتحدة ليست بحاجة الى رشوة مصر او مكافأتها على علاقتها مع اسرائيل نعم قال يعني عشان احنا علاقتنا مع اسرائيل السلام طب احنا مضيين معاهد نعم ومحترمينها نعم وكل حاجة تمام نعم مصر بقى اللي لازم امريكا ما ترشناش نعم وتدينا المعونة نعم ده النيورك ده النيورك تايمز ودي تاني جريدة في امريكا بعد الواشنطن بوز نروح لسيئة دوي يو اس تو دي نعم يو اس تو دي من الجرائب اللي هي بتعتبر كونسيرفاتف شوية يعني الاولين دول اليهود مسيطرين نعم تقالت لك امريكا ترى ان السيسي نعم فهو بطل شعبي يتمتع باغلبية كسحة شخصية محبوبة ومدعوم من القوات المسلحة والشرطة وجلس المخابرات نعم اذا النهاردة بدأ يمحط السيسي ان هو عبد الناصر نعم بحاجات تانية نعم نحن لا نتفهم لا نتفهم استمرار معوناتنا لمصر ويتقف امام خطاتنا وتقلم جميع الجران العرب يعني احنا بنقلب العرب على امريكا نعم واحنا بيديها مساعدات واحنا اللي وقفين قدام الخطط بتاعتنا واحنا اللي وقفين قدام الخطط بس على فكرة دي اتشهادة كويسة هنتكلم عليها بعد شوية طبعا كل كل احنا علق عليه تاني يا احمد فضل افان ده شرف لمصر مزبط كده لا يعنينا ما جاء في كامب ديفيد نعم فقد فرغت من مضمنها نعم الجيش المصري بعتاده السقير وطائراته في سيناء حتى الخط الاحمر فلماذا المعونات نعم تعال اشوف الهيرالد تريبيون هيرالد تريبيون نعم الجنرال طبعا كل الكلام ده هي الصحافة الامريكية بلع اسبوع من يوم اللقاء نعم الجنرال المصري يتخذ من امريكا مواقف من امريكا كعبد الناصر نعم السيسي يمثل تهديدا خطيرا لمخططات امريكا في المنطقة نعم احنا مان نومان امريكا في المنطقة نعم انت عايز تنقل الفلسطينيين عندنا يبقى دي مخططات نعم ازمة واشنطن مع الرئيس السيسي بعد 30 يونيو وهي انها لا يمكن ان تعطي اوامر على الرغم من انها تمنح المساعدات اخطر بند موجود ده يعني احنا بعد 30 يونيو امريكا مش عارفة تدينا اوامر رغم ان احنا بناخد المساعدات نعم يعني انت تاخد المساعدات عشان تقول حاضر يا بيه نعم عشان تبيع ياسمان زي ما بيقوله بالانجليز نعم فطبعا الكلام ده طبعا تعال اشوف رويتر قالت ايه نعم تمام رويتر قال لك ودي طبعا حاجة في صفنا وحاجة تشرف مصر نعم قال لك ان الجنرال المصري عفتاح السيسي يؤكد موقفه السابد ورفضه قدام لصفقة القرن نعم خش بعد كده على يد عنوت احرنوت نعم اللي هي الصفحة الصحيفة الرئيسية في اسرائيل قالت لك ان مصر تقف حجرة عصرة نعم في صفقة القرن بل واكبرت بعض الدول العربية على اتخاذ مواقف نعم فضل نشرح يا فندي نشرح بقى فضل يا فندي نتكلم اول حاجة على المعونة اه العسكرية نعم المعونة العسكرية يا احمد نعم بعد ما وقعنا اتفاق كامب ديفيد نعم الرئيس السادات نعم من احن بيجن نعم الاتنين وقعوا نعم وامريكا بيسموها اي ويتنس شاهد عيان مضو على العقد نعم نقول كامب ديفيد ما فيهاش معونة نعم ولذلك اه بعد ما خلصنا دي نعم فامريكا قالت والله انت تلعته اتنين بيتحب وسلام نعم فحندي اسرائيل تلاتة مليار دولار دولار كل سنة تلاتة مليار نعم ومصر مليار وثلاثة من عشر نعم المعونة دي يا احمد بتجدد كل سنة من الكونجرس نعم لازم تروح الكونجرس ووافع عليها نعم نمرة اتنين غير مسموح انك تشتري اي حاجة من فلوس المعونة دي من خارج امريكا نعم رقم تلاتة ان الامريكا تقولك اه او لا هتشتري او ما هتشتريش نعم رقم اربع ما فيش دولار بيخش مصر ده الكل دي نعم مع بداية الميزانية بتتحط في وزارة الخزانة الامريكية تحت بان المعونة الامريكية نعم انا حضرت كزة سنة نعم كنت حتى اول مرة كنت عميد مع الفريق الصفية اللي ارحمه كان رايح نعم بنروح الوفد المصري بعد ترابيزة نعم وقدامنا الوفد الامريكي وفي اخر ترابيزة نعم مندوب الخزانة نعم عايزين ميت دبابة نعم حاضر تمانهم كم كزا بيتخصموا من المليار وثلتمين نعم عايزين ميت طيارة يقولك لا طب يا عم دا احنا عندنا فلوس تلسة يقولك لا اسرائيل هتاخد مية انتو تاخدوا خمسين نعم وش كده يا احمد نعم محتاجين حاجات تانية يقولك لا خلاص بقى انتو اخدتوا بمليار التلتمية تاخدوا بيها نان ميليتري اكويبمين معدات غير عسكرية نعم ولذلك الله يرحمه المشير طنطاولازم نديله وحقه نعم نعم انه قال طب انا هجيب مستشفيات نعم مستشفى العالمي اللي على طريق مصر الاسماعيلية متكلفة عشرة مليار من المعونة الامريكية البناء الدكاترة اللي كانوا بيسافروا الخبراء الامريكان في المعونة نعم مستشفى اصوان العسكري من المعونة نعم رغم ان احنا ما عندناش قوات في اصوان انما دي كانت للشعب مم مستشفى الطور احنا ما عندناش قوات خالص في الطور نعم في جنوب سيناء انما تعملت للكلام نعم المعونة كل سنة تتجدل كان اخو وباما في ثلاث سنين لما غضب على مصر وكان عايز الاخوان واما لا يتولوا الكلام اللي احنا عارفينه دوت نعم وقف المعونة هل احنا موتنا يا احمد نعم ما موتناش نعم انت فاهم المعونة كلها موتنا يعني ولذلك كان عاميا الاخوان يقولك وقف المعونة نلغي كامبي ديفيد لا يا احمد كامبي ديفيد ده معاهدة سياسية عسكرية بين مصر واسرائيل لازم تحترب المعونة دي يعني زيادة عن المعاهدة نعم فبالتالي مش من حقنا نلغي المعاهدة لو هم قطع المعاهدة ده فيه ناس مبارح معليش يا نقاس مبارح ليت بعض الناس يقولك ايه ما خلاص ما تلغوا الاتفاقية ويلا ناس بتتكلم اكنوا الحرب دي لعبة لا 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 احنا عندنا الحمد لله رئيس عائل وعارف امتى يتخذ القرار وامتى يتخذ الكلام الحاجة التانية من حوالي شهرين كده الجماعة حبيبك اللي هم بره بيهجمه امريكا خسمت من المعونة تمنمية وخمسين مليون دولار تمنمية ولا تلتمية تلتمية وخمسين اي اي رقم اه خلاص نعم والدنيا هاجد نعم طب نشرح الموضوع ده الجزاية نعم الكونجرس الامريكي فيها احد اللي جان هو الانسان لو اي حد راح بكرا على الباب وخبط وانا حتشوف بعد كده لو حت الكونجرس قديه كم مرة وحنشوف بالصور برسا نعم بيخبط على الباب انا عايز لجنة حقوق الانسان هكذا تفضل نعم عندك اي مشكلة انا من نجا ربوة اي دولة عندنا حقوق الانسان ويعود الكلام وياخد ورقه وفي الاخر بيطلع القرار وده اللي حصل راح اقولها بقى قالوا ما فيش حرية وما فيش وما فيش راحت الكونجرس لا لا مش هنا دي هنجلها بعدين بعدين هنتكلم بعدين نعم فالكونجرس قال ان احنا يعني بنرى خصم كذا الورقة دي احمد بتروح الى وزارة الخارجية اه خلاص نعم وزارة الخارجية بتاخد بتحط الرأي بتاعها وتبعتها للبنتجون وزارة الدفاع نعم لحد النهاردة بقى الها 40 سنة كل سنتين 3 تحصل حاجة زي كده ولم يحدث ان اتقصم من مصر مالين من معونة عارف ليه البنتجون اقع دي مصر هي ركيزة المنطقة نعم كلها نعم انت عارف لما جاء قالوا كده النهاردة مجلس الشيوخ اللي كانوا مع سيات الرئيس قالوا كده النهاردة ايوه انا لسه اقولك الناس ركيزة في الشرق الاوسط والعالم العالم هي اساس الاستقرار في الشرق الاوسط نعم وديك شفت النهاردة قالوا ايه مصر اقوى دولة فرمانتية هم هم انت فاهم اه بس هو ده صحيح طبعا طبعا فبييجي البنتجون يقولك لا على فكرة ايام اوباما كنا بعثنا 10 ترات ابادش تتصلح في امريكا نعم اللي هي بنسموه العمرة الرئيسية نعم جاء اوباما رفض رفض نعم عارف مين اترجحهم البينتجون ان الدستور بيدي البينتجون حق لما يكون حاجة بخص الامن الامن القومي في امريكا فالبينتجون ممكن يلقى القرار الرئيس الجمهورية ورجعت الطيرات لان البينتجون عارف قيمة مصر انا هقولك حاجة يا احمد امريكا لا يمكن تعمل اي عمل عسكري في المنطقة الا ما تاخد الدوء الاخدر من مصر وانا عارف انا بقولك ايه يعني ايه لان انت انت القوة الرئيسية في المنطقة نعم المرور كله بيتم من عندك لو انت عطعت المرور حيروحوا فين حيروحوا للسعودية وكان زمان ينزل على عراق ويلف لا انت مصر ربنا ده المكان بتاعها هو الاساس في المنطقة دي كلها خلاص فعشان كده من مصر طيب هم دلوقات لما يقولوا ان الرئيس هو يمثل تهديدا خطيرا لمخاططات امريكا في المنطقة ممكن تشرح لنا سيادتك الكلام ده طيب احنا نعرض اول صورة اللي هي بتاعت الناس بتوع الكونجرس اللي احنا عابلناهم اللي اول صورة نعم اللي احنا قابلنا الناس دول نعم انا كنت انا بطلع كثير او امريكا وبقابل الناس بتوع الكونجرس نعم والناس انا عقولك اول حد يعني نعم اول واحدة كي جرانجر دي هي المرأة الحديدية فيه اللي هي على اليمين اللبسة جاكت ازرع تيكسس دي كي جرانجر دي سعادية مسعادية من عندكم لا ده هي من تيكسس من الجنوب الامريكي نعم وست جدعة جدا نعم دي المرأة الحديدية في الكونجرس فعلا لانها مسكة لجنة الموازنة اللي بتصدق على كل مليم نعم وامريكا عندهم نظام يا احمد لما تروح تقابل حد هم خمسة واربين ديئة نعم خمسة خمسة ديئة هتتكلم وبعدين انا خمستاشر وديسكشن خمستاشر نعم اول مرة هي تكلمت نص ساعة نعم كله اهمية مصر ودور مصر وانتو الدور المحوري في المنطقة ولما بيجي لي كل سنة الموافقة على المعونة ما بدأ خلقاش اللاك ده بكتب على طول وتلحها انا عارف امتكو واحنا عارفين امتكو في هذا المكان والله يا حمد انا ثلاث مرات قبلتها في ثلاث سنين كل الناس دي طبعا قالت نفس الكلام اللي احنا قلناه وكل واحد وطبعا النهاردة مش بقول كلام غلط لان النهاردة في البرس سكشن بتاع الاستفارة امريكية بيراجع الكلام ده وبيبعثه بكرة صبح امريكا لو حد حيلغيه بكرة لك دو حنا بنكلم اي كلام اه فانعارف البيت التلاتة قاله نفس الكلام نعم هنشوف بعد كده الصورة التانية ليوم باناتا ليوم باناتا ده اكتر واحد اه اكتر في الاخر ابيلت وانا في الفين وثمانتاشر في واشنطن بالزبط قلت مع النايب محمد وكلمنا مع بعض وعملت معاه لقات فضل اكتر واحد تولى وظايف في امريكا ميسيك لتشيف لفوستوف للويت هاوس ايام كلينتون نعم بعد معاه ثمان سنين نعم رئيس البيت تلاتة كله سابع راح فيين راح السياي ايه اعد اربع سنين في السياي وهو اللي تولى عملية القضاء على بن لادن وبعد كده ميسيك وزير الدفاع لما انت رحت قابلته وميسيك وزير الدفاع في اسوأ فترة هو كان بيحكي لي انا كنت بتعاشر انا كان في مصر كان بالزور انا كنت مسؤول عن زيارته وبيقول لي اسوأ فترة لانه ميسيك في ديسمبر 2010 بعدها اسبوعين ثلاثة حصل ما يسمى بالربيع العربي وشالس سيدة كله وانما كان في مصر هنا والله يا احمد اعدنا في العشق كل الوقت يتكلم على ايه ان مصر هي دولة محورية وده مصر هي الاساس واحنا بنعتبرها هي المفتاح المنطقة كلها نعم وان كل السياسات لازم تتم من خلال مصر وده يعني اليوم بناتا بعضيه بقى التاني اللي هنشوفه ده يعني يعني النهاردة هو واحد من الاثناشر اللي بيمثله الامن مجموعة الامن القومي في امريكا الرجل ده طبعا احنا كنا اول مرة شفناه وانا هناك في امريكا اللي كان لسه مساعد وزير الخارجية لكن النهاردة هو بيمثل زي ما قلت لك لا وراح فين انت ارجع تاني كنا نجيبه لو سمحنا هنشوف احد هو النهاردة واحد من اللي بتناشر في المجلس الامن القومي في امريكا نعم الرجل ده لما روحت قابلته كان لسه راجع من اردوغان في تركيا في تركيا وكان راحب مهمة من الرئيس الامريكي كان اردوغان عايز يستولي على شمال تركيا فراح قال له احنا بنقولك ده طبعا ارميتاج نعم وانا ياما قابلته كان لسه وزير دفاع مساعد وزير الخارجية الامريكية وبعد كده النهاردة هو عرض لجنة الامن القومي الاثناشر اللي بتحط السياسة الامريكية كلها نعم فبعد ما قابل اردوغان وقال له كلمتين دول فقال له نتكلم على حاجة برا انت ليه حامل خناع مع مصر ده مصر دي اقوى دولة في المنطقة وانت تحطي ايدك في ايدها فلازم فاردوغان طبعا اهميها بقى انت عارف كان لسه موضوع الاخوان وخلافه لكن هذا الرجل والله يا احمد قاعد يتكلم اكتر من ربع ساعة عن قيمة مصر وهمية مصر وان استقرار مصر في المنطقة يعني استقرار المنطقة وان مصر لو سقطت تبقى المنطقة كلها سقطت عشان كده يا احمد بنقول ايه احنا ما نسمعش ساعات للاي كلام تاني وحتى كل الناس اللي الواشنطن بوست او خلافه دي كلها حملات ممنهجة ضد مصر انما لازم نبقى عارفين ان مصر هي دولة القوية العظيمة في المنطقة الحاجة التانية ده كل ده الهدف منه الفترة اللي جاية عشان نقصر على الشعب المصر انا عايز اقولك يا احمد انا من اول اكتوبر لحد زمباره وحتى بكرة يعني تمام انا كل يوم يعني بمر على جامعات مصر اطلعت كل الجامعات المصرية في محاضرات عشان حرب اكتوبر والله يا احمد انا كنت سعيد ان شباب مصر في كل هذه اللي في العشرينات واحد وعشرين والتين وعشرين بعد المحاضرة كله بدأ يتكلم عن ما حدث في غزة وادي الرئيس كان حازم لان الرئيس لما قال لبلينكيند لأ الخمسين واحد اللي موجود عن المعبر مش هيعده وبعدين احنا عاوزين نفكر الناس هي امريكا مش لها خمسة مساجين امريكان في ايران استبدلتهم بكام بستة مليار دولار تتة مليار دولار نعم والستة النهاردة موجودين في بنك قطر طبعا بتهدد ديوم ايرانا عشان ما تخشيش الحرب اللي جاية مع لكن سات الرئيس قال لك لأ مش هيعده عاديين عايسة عاديين يعاده اكل اللي اكل اللي تين ونص بني ادم اللي في غزة طيح هل الضغوط دي يا سات اللي هو السمير هتستمر علينا لانه واضح انه الاعلام الامريكي مع الاعلام الغربي كله شغال على هذه الضغوط شغال على اللي حاكت استعرضته دلوقتي من امتى مصر كانت بتستجيب لضغوط وللشعب المصر ليه يا احمد هنتكلم من ام ستة وخمسين ما كان كل العالم ضدنا الادوان السلسة وامريكا كان وامتى مصر ضغطت بس عايزين نقولي ان الشعب المصري هو الاساس لازم نبقى عارفين كده ولازم الشعب المصري في الفترة دي يبقى عارف واحنا حطينا الكلام ده عشان تبقى عارف انك انت النهاردة موجع عشان تقع وانت عارف الان احنا بندرس حروب الجيد الرابع والخامس اقرى المقدمة بتاعت المحاضرة دي في نقولك ليه الدفاع الوطني في بروكسل بتاعت النيتو يقولك ايه المقدمة ان سنة سبعة وستين الجيش المصري غزم لكن مصر لم تسقط ليه؟ لان جي الشعب المصري وقف رجع جبال عبد الناصر وقف مع الجيش اذا النهاردة الحرب الجديدة مش مدفع لمدفع ولا دبابة لدبابة الحرب الجديدة عشان تسقط الشعب الشعب اللي رجع عبد الناصر في سبعة وستين اللي وقف مع الجيش لا لازم ان نقضى نلعب في دماغه وانسقطه عشان لا يفقد السكة في حكومته ولا دولته ولا جيشه تنهار الدولة وده اللي احنا النهاردة بنتعرض له وعشان كده انا كنت باليف في الجماعات كلها لسبيع اللي فاتت ولا يوم عادتوا في القاهرة رحنا يعني السعيد رحنا كل حتة انت فرامني انما هدفنا ان احنا نوعي الناس خلي بالكم احنا مستهدفين ومش بنقول والحمد لله الشعب النهاردة اتغير كله انا بعد ما خلصت قاعدة مع الطلبة واحد قال لي كلمة قال لي انت عارف يا سمير بيه ان النهاردة حرب غزة نستنا ايه طرق ايه نستنا البصل بكام والتمطن بكام هو ده الشعب المصري ان ساعة الشدائد بيشد حيله وبيكوى خاف انه فيه تهديد حقيقي حس فعلا والله والله النهاردة يا احمد والله عشر عشرين تليفون من اصدقاء سمير الدنيا راح فين عندنا مشكلة اه فيه توتر انما مصر قوية فيها رئيس ويف مع ضد الامريكان وقال زي ما اتقالت اهو دلوقتي انه محدش بيملي عنينا قراره احنا قررنا من سياستنا وكرامة مصر تقارير امريكية ساتلوا سمير وحتى كبار مسئولين الامريكيين بيتكلموا انه عندهم مخاوف من استهداف المصالح الامريكية في المنطقة وحول العالم وده اعمل لهم ازمة كبيرة اه طبعا طبعا بس برضو يا احمد من هي رمانة الميزان في المنطقة نعم هي مصر مصر طول ما يا قوي الله يرحمه الشيخ زايد الله يرحمه افتكرنا دلوقتي لما كان على فراش الموت الف رحمة عليه الرجل دا كان عظيم نعم وولاده كان حواليه فوصهم بتلات حاجات اول حاجة قال لهم الامريكي لا تقسم والتازم تاني تفضل محدة عيلة زايد لازم تفضل محدة قال لهم الحاجة التانية بوصيكوا بمصر فقالوا ليه قالوا هي قلب العرب هذا الكلام دا كل الناس عرفها في الامارات ولذلك لما تقالها ليه حكيم العرب دا حكيم العرب مصر هي قلب الوطن العربي مصر شعبها عظيم المية وخمسة مليون ايد واحدة النهاردة كلهم مع فلسطين ومع غزة انا ما كنتش نساد دا انا كنت فاكري احنا الجيل القديم اللي عندنا القومية العربية لكن لما شفت الجامعة والشباب ساعدين يتكلموا على غزة وعلى فسلسطين وحقهم النهاردة شوف حجم التبرعات اللي راحت لليلال الاحمر المصري نعم كلهم ليه مؤمنين بهذه القضية وبمصر وبرئيس مصر اللي وقف وافق مع الامريكان او للأسبوع اللي فات لا وتكلمت قالك مفيش مساعدات ونتنياه حتى في الاول قالك مفيش مساعداتها تدخل لك الحمد لله لك تلات ايام دخلت وحتخش النهاردة نعم ونتنياه فروع بلانه مش عارف يعمل ايه نعم واذا دخل واختحم حيبقى خسائر كبيرة جدا هل لا هستجيب لي نصايح الامريكان بتأجيل عمليات برية؟ اه طبعا هي هما الامريكان مش عايزين الموضوع يكبر في المنطقة خلي بالك طبعا ايران كل شوية مرة يمين ومرة شمال لكن اخر حاجة ان برحت لك ان لو حصل اجتياح لغزة لن نسكن ولن تتدخل هيبقى الموضوع كبير في المنطقة امريكا النهاردة جايبها حاملات الطائرات ليه عشان تدخل لو دخلت ايران في الموضوع فالموضوع هيبقى كبير وسادت الرئيس نبع الكلام ده وقال وقال سادت الرئيس زي ما انت قلت في البداية ان الدور مش على غزة بعد كده الدور على الضفة الغربية فهي كلها مخطط لتفتيت القضية الفلسطينية انما ان شاء الله مصر هتبقى قوية بشعبها بشعبها تاني يا احمد ويجب ان احنا ما نديش وداننا للحاجات الغلط اللي بيجينا فلازم نكونوا واحدة واحدة عشان ان شاء الله مصر تبقى قوية ونقمن حدودنا ومستابلنا وكمان ما نضغطش على بلدنا على القيادة وعلى الجيش هو طبعا ما بيجيش حاجات دي بالضغط ولكن على اقل بيحصل بعض الناس كده بتلقيهم عاملين ايه ما يلا نعم يعني عايز برضو حاجة توضح هذا للرأي العام يعني طب انا اقول لك حاجة انبارة الحادثة اللي حصلت على خط الحدود نعم العسكري الاسرائيلي اللي ضرب برج المرابة طب احنا من اربعة توشم مش في عسكري عندنا فك السور ودخل جوه موت الاسرائيل اه محمد صلاح طب في ايه اللي حصل طب برضو في ايه كان هذا محمد وانا الخلاة الوحيد اللي قلت ده مصري ودخل ورا الناس اللي كانوا ودخل جوه انما احد القناة العربية بتقول لي وانا بتكلم الله هو ما خدش اذن من رئيسه وقلت له وحياخد اذن عشان يطارد ناس داخلها لهو مسؤول على نامية الخط نعم طب ده حصل اه وارد هذه وارد وارد احنا يا احمد انا عدت ست سنين في حرب الاستنزاف على المياه على الخط الأولاني كان فيه اقطاع بتحصل من هنا او من هنا نعم وبعد ما تنساش امبرح قبل الحادثة دي بساعة كان قدام خان يونس ودي كانت برضو مؤشر جيد وياخدوا بالهم الاسرائيليين واحدة دبابة مركبة واثنين جرافة عدوا الخط الواد الفلسطيني ناشن على الدبابة واللحة ونزروا يجروا خلي بالك يعني ده النهاردة صاروخ كورنيت تتضرب من المقامة الفلسطينية فطبعا الخط كان كله متلبش فكون ان الجند الاسرائيلي غالب انا ما بقولش طبعا انه من حقه لا طبعا مش من حقه ولا حاجة انما الاخطاء بتحصل واردة يعني احنا نعمل حرب بكرة الصبح عشان الجندي اخطاء طب ما احنا جندي بالنسبة لهم اخطاء المرة الفاتة ودخل الخط الحدود نعايزين كل حاجة بالهداوة وبالصح عشان الموضوع لا تنجرف الى مشاكل اخرى المنطقة اصلا مشتعلة مرتهبة لكن مصر يعني بتحاول بكل الطرق وبالسياسة وبكرامة مصر وما بناخدش اوامر من حد زي ما تقاله هو قدامنا في الصحافة الامريكية ما بناخدش اوامر من حد مصلحتنا ايه بننفذها امن القومي بتاحنا ايه بننفذه كانت رئيس قبل ما يقعد مع بلينكين قعد مع مين مجلس الامن القومي واتخذ القرار وتاني يوم مجلس شعب البرلمان صدق نعم فاحنا بنمشي بالصح ولكن هدفنا مصلحة مصر وامن مصر القومي لو دكتور سامير فارق بشكرك شكرا جزيلا اخبرني الليلة تاديمهم دفتة لكتونها بتانية وم postsو